بعد عام بالتمام والكمال من ظهور فيروس كورونا نهاية العام 2019 في وهان بالصين بدأ الحديث من جديد عن لقاح يظهر في الأفق البداية كانت مع لقاح أمريكي انتاج شركة فايزر بعدها بأيام بدأ الحديث أيضا عن لقاح صيني انتاج شركة صينية في الوقت للعالم كله الآن يتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض والاتفاق للحصول على اللقاح الأمريكي كانت مصر ووزارة الصحة المصرية على موعد مع الشحنة الأولى من اللقاح الصيني والتي تقدر بـ 25 ألف جرع هذه الشحنة جاءت برعاية ووساطة دولة الإمارات اللي رفضت حق مواطنيها لكن أرسلت هذه اللقاحات إلى الدولة المصرية طبعا وزارة الصحة المصرية احتفلت والإعلام المصري احتفل بوصول هذه اللقاحات بوجود السفير الصيني وكذلك المبعوثة الإماراتية في القاهرة الإعلام المصري خلال الأيام الماضية بدأ يروج لهذا اللقاح وكأنه من إنتاج وزارة الصحة المصرية إلا أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا يشككون في هذا اللقاح يعني البعض قال أن اللقاح الصيني إحنا مش في راند تجارب ياسيسي ومش هنجرب اللقاح خصوصا وأن حتى اليوم لم يصدر نشرة أو نتائج عن الشركة المنتجة لهذا اللقاح غير أن نسب الشفاء أو نسب الحماية من الفيروس بعد تناول هذا اللقاح أو أخذ هذا اللقاح تصل فقط إلى 86% في حين أن نجاح اللقاح الأمريكي يصل إلى 95% المصريين تعاملوا مع اللقاح الصيني بشيء من السخرية منها مثلا هذه التغريدة التي قررت كتير من نيدة بتقول عائلة مصرية الحمد لله أخذت اللقاح الصيني والنتائج تشير إلى عدم وجود أي أثار جانبية المصريين تعاملوا مع الموضوع بسخرية وخوف في نفس الوقت لكن الإعلام المصري أيضا كان مستمر في الحديث عن اللقاح الصيني مصراوي مثلا بعد حصوله أو بعد وصوله لمصر ماذا نعرف عن اللقاح الصيني فعال بنسبة 68% في الوقاية من فيروس كورونا وفعال بنسبة 99% في إنتاج الأجسام المضادة وكثير من الكلام يتردد داخل الإعلام المصري على الرغم من أن لا يوجد حتى الآن تجارب أو نتائج حقيقية موثقة لا من الصين ولا من منظمة الصحة العالمية للحديث عن هذا اللقاح أمس الإعلامي عمر أديب استضاف أحد الأطباء هو دكتور جمال شيحة للحديث عن هذا العلاج ونصح المصريين بتناول هذا العلاج لكن آخر ظهور للدكتور جمال شيحة قبل سنوات كان في هذه الصورة أو في هذا الفيديو لما كان أيضا بينصح المصريين وبيكلمهم عن جهاز الكفتة اللي اخترعوا عبدالعاطي كفتة هو ماسك الإريال في إيده وبيكلمنا عن التجارب السريرية اللي عملها عبدالعاطي والفريق بتاعه عشان جهاز أو عشان جهاز الكفتة في الوقت نفسه والمصريين مازالوا بيترددوا في الحصول على العلاج الصيني أعلنت الصين صباح اليوم تعاقدها على سبعة مليون واثنين من عشرة من اللقاح الأمريكي لقاح فايزر لتزداد أو يزداد الخوف على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت اللي الصين بتستورد أو تسعى لاستراد اللقاح الأمريكي تصدر اللقاح الصيني إلى القاهرة عطي يقول هو الشعب ده مالوش أهل يسألوا عليه الصين تستورد سبعة واثنين وعشرة مليون جرعة من لقاح فايزر من ألمانيا ابتداء من يناير من خلال شركة صينية أمال اللقاح الصيني أو شركة أمريكية أمال اللقاح الصيني فين في مصر ودول العالم الثالث والوافدين اللي في الخليج الإعلامي أحمد سمير بيقول في مصر السيسي والصحة والأوقاف والإعلام والكل كليلة بيقنعوك أن اللقاح الصيني سينوفارم أحسن لقاح في الدنيا وفجأة تلاقي الصين نفسها بتستورد سبعة واثنين وعشرة مليون لقاح من كورونا من فايزر الأمريكي لو إيه دي دفعة أولى بس السؤال اللي يجي في بالك هي الناس دي بعونا بك بكار أيضا بيقول لقاح فيدر الأمريكي ب37 دولار لقاح بيونيكس البريطاني ب16 دولار اللقاح الصيني ب4 دولار وغير معتمد ولم يتم تجربته ولم يوافق على نشر أبحاثه ومناقشة أعراضه الجانبية بل أيضا لم يتم تطعيم الشعب الصيني نفسه لأنه ما زال تحت التجربة بيقول روحه تلقاحه بعيد عني بهذه الطريقة تفاعل الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج ووسم اللقاح الصيني اللي وصل من ممصر خلال الأيام الماضية 25 جرعة هدية كما قالوا من النظام الإماراتي في الوقت اللي مازال حتى اللحظة النظام الإماراتي لم يحقن ولم يعطي هذا اللقاح للشعب الإماراتي أما الصين فتركت اللقاح الصيني وذهبت إلى اللقاح الأمريكي السؤال الآن لماذا تذهب الصين إلى اللقاح الأمريكي في الوقت الذي تتعمد وتصر وزارة الصحة المصرية على استراد اللقاح الصيني السؤال الأخير الذي يعتبر الأكثر على تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي يترى هتحصل على اللقاح أو ترفض الحصول على اللقاح بغض النظر عن نوعية هذا اللقاح سواء كان أمريكي أو ألماني أو روسي أو حتى صين